بسم الله الرحمن الرحيم وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فلم يترك هذه الأمة إلا وقد بيّن لها طريق الخير وطريق الشر وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا زال الحديث عن شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله الذي هيأه الله عز وجل لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة ودافع عنها وبيّن أنها مأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي الحديث الآخر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت في خير قرون بني آدم على الإطلاق فصلوات الله وسلامه عليه بيّن لنا البيان الشافي الكافي جاءت الآيات والأحاديث مبينة لما يتعلق بأمور العقيدة وأمور التوحيد وهي أصول الدين التي يجب الاهتمام بها ومعرفتها من خلال الأدلة من الكتاب والسنة وأن لا نغتر بكلام الرجال ونترك ما كان عليه سلف الأمة من التمسك بالكتاب والسنة والأخذ عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وقد ضمن الله عز وجل لكتابه بالحفظ وضمن للسنة أيضا بالحفظ فالله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر هو القرآن والسنة شارحة ومبينة لكلام الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والذين يقولون إننا حسبنا القرآن ولا يأخذون بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء دعاة ضلال فإن كثيرا من أمور الدين بيّنت في السنة المطهرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب علينا أن نتبعه وأن نقتدي به وأن نتأسى به كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فهو الأسوة وهو القدوة الذي يجب أن يتبع وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلم يغادر عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا ولم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بيّن للناس ما يحتاجون إليه في أمور عقائدهم وأمور عباداتهم وكل ما يحتاجون إليه قد بيّنه عليه الصلاة والسلام البيان الشافي وأكمل الله عز وجل له الدين وأتم له ولأمته النعمة بكمال هذا الدين بقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فدين الله كامل ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في الدين أمرا جديدا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة فهو مردود عليه كائنا من كان لأن دين الله كامل ولا نحتاج إلى زيادة ولا إلى شرح لم يأتي في كتاب الله ولا في السنة رسوله السنة مُبَيِّنةٌ للقرآن وشارحةٌ له فكثيرٌ من أحكام الشرع إنما بُيِّنت في السنة فأحكام الصلوات وأحكام الزكاة ومناسك الحج كثيرٌ منها وأنصبة الزكاة وكثيرٌ من أمور الإسلام إنما بُيِّنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلمين أن يتمسكوا بهذه السنة وأن يعضوا عليها بالنواجذ كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومُحدثات الأمور فإن كل مُحدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار وحسبنا ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعمل بهما وأن نتمسك بهما فهما فيهما النور والكفاية وكل ما يتعلق بأصول الدين وفروعه بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه العقيدة بيَّن فيها ما يتعلق بأركان الدين وأركان الإيمان وأسس الدين وأسس العقيدة كما جاء في حديث جبريل الطويل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا حديثٌ صحيح رواه الإمام مسلم عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورواه كثيرٌ من الصحابة ورواه كثيرٌ من العلماء في كتب الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها وحديثنا اليوم عما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالقدر وأن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر كما قال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال عز وجل وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى فالله عز وجل كتب مقادير كل شيء كما سيأتي معنا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فأول ما خلق الله عز وجل القلم قال له أكتب قال ما أكتب يا ربي قال أكتب مقادير كل شيء فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة فهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهذا هو ما يتعلق بعلم الله عز وجل وبكتابته فنأخذ كلام شيخ الإسلام بن تيمية فيما يتعلق بالقدر ثم نعلق ذلك بما يفتح الله عز وجل به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه غفر الله لشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين طيب نكف هنا يعني الشيخ يشير إلى مسألة مهمة وهي أن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترقوا هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال الصحابة من هي يا رسول الله اللي هي الفرقة الناجية الفرقة المنصورة الباقية المتمسكة بالكتاب والسنة قالوا من هي هذه الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في القرن الأول هؤلاء كان الذين يجب أن يقتدى بهم وأن يهتدى بهديهم فهذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ومعنى ذلك أن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس من أهل السنة والجماعة وقد ترك ركنا من أركان الإيمان ومن ترك ركنا من أركان الإيمان أو أنكره فإن هو العياذ بالله يكفر لأن هذه أركان الدين أركان الإيمان التي يجب الإيمان بها جملة وتفصيل كما جاء في القرآن والسنة فعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر والمراد بالقدر يعني كلمة القدر ما أخوذه من التقدير وما أخوذه من قدرة الله عز وجل فالذي ينكر القدر ينكر قدرة الله عز وجل فالله عز وجل من أسمائه القدير وهو تبارك وتعالى الذي علم الأشياء قبل كونها وهو عز وجل الذي أمر بكتابتها في اللوح المحفوظ كما سيأتي معنا في مراتب القدر وأن القدر على درجتين وكل درجة فيها مرتبتين من مراتب القدر يعني لدينا أربع مراتب اللي هي أركان القدر اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد هذه أربع مراتب اللي هي مراتب القدر التي يجب الإيمان بها وسيفصلها الشيخ رحمه الله في هذه العقيدة المهمة أي العقيدة الواسطية التي بيّن فيها وسطية أهل السنة والجماعة وأنهم ليسوا من أهل الإفراط ولا التفريط وأنهم وسط بين الأمم وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وهي أوسط الأمم وأعدلها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة فهذه الأمة تشهد يوم القيامة للأنبياء والرسل جميعا أنهم بلغوا الرسالاتهم وبلغوا أممهم كل ما يتعلق بأمور الدين وأمور الشرائع فهذه الأمة هي الأمة الوسط وأهل السنة والجماعة الذين كانوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتدين بسنته ومتمسكين بسنته هم أهل السنة والجماعة ومن لم يؤمن بهذه الأركان أو أنكر شيئا منها فليس من أهل السنة والجماعة ولذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الأركان الستة التي هي أركان الإيمان مع الإيمان بأركان الإسلام الخمسة مع الإيمان بركن الإحسان وهذه هي مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان كما جاءت في حديث جبريل الطويل عليه السلام والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بالله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطوية الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير يعني الشيخ يتكلم عن الدرجة الأولى التي لها مرتبتي المرتبة الأولى مرتبة العلم وأن الله عز وجل علم الأشياء قبل كونها والقرآن والسنة مملؤان من إثبات العلم لله عز وجل الله بكل شيء عليم أحاط الله بكل شيء علما الله عز وجل لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء يعلم ما كان وما يكون وهو العليم الخبير ومن أسمائه العليم ومن صفاته أنه عالم يعلم ما كان وما يكون فهذه هي الدرجة الأولى من مراتب القدر تجتمل على مرتبتين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة فالعلم علم الله عز وجل ومن أنكر العلم الله عز وجل فهو العياذ بالله قد خرج من الدين وللأسف أن فرقة القدرية التي خرجت في أواخر عصر الصحابة في زمن معاوية ابن أبي سفيان خليفة المسلمين وأول ملوك الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرجت هذه الطائفة في زمن معاوية وقت فتنة ما حصل بين ابن الزبير وبين يزيد بن معاوية خرجت هذه الطائفة تنكر علم الله عز وجل وأن الله يعلم ما كان وما يكون رجل يقال له معبد الجهن من أهل البصرة تزعم هذا القول وهؤلاء هم غلات القدرية الذين ينكرون العلم وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها تعالى الله عن ذلك علو كبير فالله عز وجل قد علم الأشياء قبل خلقها فحديث الصحيحين أن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال وماذا أكتب يا رب قال أكتب مقادير كل شيء فجرى القلم بعلم الله عز وجل فكتب في اللوح المحفوظ فهو في كتاب عند الله عز وجل فوق العرش اللوح المحفوظ فوق العرش دفتاه كما بين السماء والأرض مكتوب فيه مقادير كل شيء ولا يتبدل ما في هذا اللوح المحفوظ أبدا وإنما يكون التغيير والتبديل في صحف الملائكة وما يتعلق بنسخ الشرائع ونحوها أما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يكون فيه تغيير ولا تبديل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي فوق العرش عند ربنا تبارك وتعالى ومكتوب فيه مقادير كل شيء ولا يقع في الكون شيء إلا وفق علم الله عز وجل ووفق الكتابة فالدرجة الأولى من هذه الدرجة هي مرتبة العلم والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء فليس هناك شيء يكون في الكون صغير أو كبير هداية أو ظلال غنى أو فقر موت أو حياة إيجاد أو إعدام كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى ولم يطلع الله عز وجل على غيبه إلا من شاء من رسله أو ملائكته عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فالله عز وجل يطلع على غيبه ما يشاء ويخفي ما يشاء هناك أشياء كثيرة لا نعلمها وهناك أشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت وأشياء لم تحدث كأشراط الساعة وأمور القبر وأمور الآخرة وما يتعلق بالصراط والميزان والصحف والجنة والنار كل هذه الأشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وستقع كما أخبر وكل ما حدث مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نراه أو نسمع به فإنه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذه الدرجة تشتمل على مرتبتين مرتبة العلم والكتابة ونحن نعلم في حديث ابن عباس الذي في الصحيح أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال له يا غلام وعبد الله بن عباس توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وعمره ثلاثة عشر عاماً ولد في السنة الأولى من الهجرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاثة عشر عاماً قبل الهجرة بثلاث سنوات قال له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فهو إمام المفسرين وإمام العلماء في التفسير قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف معنى أن كل شيء كتب ورفعت الأقلام وجفت الصحف ولما قال الصحابي الجليل صراقة ابن مالك ابن جعشم الصحابي الجليل قال يا رسول الله أخبرنا عن هذا الأمر أفيما جفت به الأقلام أفيما جرت به الأقلام وجفت به الصحف أم أنه أمر يحدث قال بل فيما جرت به الأقلام وجفت به الصحف فالله عز وجل كما ورد في الحديث إن العبد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وسنذكر لكم قصة في ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فيختم له بخاتمة الخير كان رجل يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات لا يدع أحدا من المشركين ليس لهم شاذة ولا فاذة إلا وتبعها وقضى عليها قال الصحابة ما جزى الله عز وجل أحدا مثل ما جزى هذا الرجل اليوم قد أفخم أفحم في الكفار وأثخن فيهم القتل قتل فيهم كثيرا لا يدع شاردة واردة للكفار إلا ويقضي عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هو في النار وهو مع الصحابة يجاهد قال رجل من الصحابة أنا صاحبه فأخذ يلحق خلفه إذا وقف وقف وإذا مشي مشى ثم إن هذا الرجل جرح جرحا عظيما في المعركة فاستعجل الموت فأتى بذباب سيفه وجعل ذبابته في الأرض ثم جعل نصل السيف في صدره ثم اتكأ عليه حتى قتل نفسه والعياذ بالله فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله الرجل الذي ذكرت لنا استعجل الموت وقتل نفسه هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بأن هذا الرجل من أهل النار وكان يجاهد ويقاتل ولكنه ما صبر قتل نفسه والعياذ بالله قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة والعياذ بالله فهذا الرجل مجاهد فيما يبدو للناس يقاتل لكن الله عز وجل يعلم أن عنده خبيئة والعياذ بالله وعنده ضعف في الإيمان حتى لا يستطيع أن يصبر على البلاء وعلى الجرح الذي أصيب به فقتل نفسه فكان من أهل النار فهذا دليل على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان السلف يخافون من سوء الخاتمة يخاف العبد من سوء الخاتمة وأن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار بل قد جاء في بعض الآثار أن الشيطان والعياذ بالله منه يأتي إلى الميت إلى المحتضر إلى المحتضر قبل موته يعرض عليه الشرك ويعرض عليه اليهودية ويعرض عليه النصرانية بل قد جاء في بعض الروايات أنه يتمثل له بصورة أبيه ووالده ويقول له يا بني تنصر أو تهود أو قع في الشرك أو ادعى غير الله عز وجل فيقع في الشرك فلذلك كان السلف حريصون أشد الحرص على أن يتمسك العبد وأن يدعو الله عز وجل بأن يثبته على الإسلام وعلى الإيمان حتى الممات عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها فخرجت تبحث عنه فوجدته ساجداً في البرية وجدته ساجداً في الخلاء قد صلى عليه الصلاة والسلام وسجد لله قالت فوقعت في الظلام فوقعت يدي على قدميه فإذا هو ساجد يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك قالت تقول هذا وأنت رسول الله الذي قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فالحي لا تؤمن عليه الفتنة يقول ابن مسعود وهو من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه يقول من كان مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة الإنسان قد تعرض عليه الفتن والعياذ بالله فيخرج من الدين وهو لا يدري فالعبد عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة ويتمسك بالعبادة وأن يحافظ على صلاته وعلى أذكاره وعلى عباداته فإن الحسنة تدعو إلى الحسنة والسيئة تدعو إلى السيئة والعياذ بالله فلا يزال العبد يعمل السيئات حتى يبتعد عن الله عز وجل ويقسو قلبه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث العظيم أن بعض الناس يعمل فيما يبدو للناس يظهر أعمال الخير ولكنه يبطن الشر والعياذ بالله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله وبعض الناس يوفق بعض الناس حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يصل لله ركعة قال أريد أن أجاهد يا رسول الله قال أولاً تشهد شهادة الإسلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله اشهد شهادة التوحيد ثم جاهد فجاهد فقتل قتل مجاهداً في سبيل الله شهيداً وهو لم يصل لله ركعة كان كافراً مشركاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم كتب الله له السعادة فهذا الذي يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ولذلك العبد دائماً يدعو الله عز وجل أن يثبته على الإسلام الأنبياء والرسل المعصومون يدعون الله عز وجل بأن يتوفاهم الله على الإسلام نوح عليه السلام أول نبي وأول رسول إلى أهل الأرض يقول لربه عز وجل يدعوه توفني مسلماً وألحقني بالصالحين يوسف عليه السلام بعد الابتلا وبعد السجن وبعد التمكين وأن أصبح عزيز مصر يقول فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالعبد يدعو ربه أن يحيه على الإسلام وأن يميته على الإسلام دائماً وأبداً فإن العبد لا يدري ماذا يختم له ما يدري ما كتب له فالله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح حديث بن مسعود أيضاً عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل في أطوار خلق الإنسان يخلق الله عز وجل الإنسان في أطوار متعددة أربعين يوماً نطفة نطفة كما خرجت من الرجل نطفة لا تتغير ثم أربعين يوماً علقة ثم أربعين يوماً مضغة فهذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة كما قال عز وجل ثم هذه المضغة تكسى عظاماً تصبح عظاماً ثم تكسى لحماً فالله عز وجل إذا انتهت المئة وعشرين يوم أربعين يوماً نطفة وأربعين يوماً علقة وأربعين يوماً مضغة فإذا اكتمل الجسد في مئة وعشرين يوم اللي هي أربع أشهر ولذلك لا يجوز إلقاء الحمل بعد الأربعين يوماً لأنه قد أصبح تطوراً انتقل من مرحلة النطفة إلى مرحلة العلقة إلى مرحلة المضغة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث هذه النطفة التي تخرج من الإنسان المني لو وقعت على ثوبه لغسلها ولو وقعت على حجر لحكها ليس لها قيمة لكن إذا وضعت في الرحم من الذي يتولى خلقها يخلقها الله عز وجل خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً هذه أطوار الإنسان فإذا انتهى من الطور الثالث الذي هو طور المضغة واكتمل الجسد أرسل الله إليه الملك وهو في بطن الرحم قبل أن ينفخ فيه الروح فيقول الملك يا الموكل بالرحم بهذا الإنسان يا ربي ما العمل ما العجل ما الرزق شقي أم سعيد فيؤمر بكتب أربع كلمات يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ولذلك كان عمر رضي الله عنه الفاروق أحد العشر المبشرين بالجنة ثاني الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعز الله به الإسلام وفتحت في عهده الفتوحات كان يقول اللهم يا رب إن كنت كتبتني شقيًا فامحني واكتبني سعيداً هكذا كان خوف السلف من سوء الخاتمة فإذا الله عز وجل علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ هذه هي الدرجة الأولى التي تجتمل على مرتبتي العلم والكتابة والذين أنكروا العلم قليلٌ في السابق وأما الذين أثبتوا العلم والكتابة فهم كثيرٌ من الطوائف من طوائف المنتسبة للإسلام والقدرية المتأخرون أنكروا الأمر والنهي وأثبتوا القضاء والقدر كما سيأتي معنا في مرتبة المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق والإيجاد نعم وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه فبعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك فهذا القدر كان قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه ولا يكون في ملكه إلا ما يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد نعم هذه هي الدرجة الثانية وتشتمل على مرتبتين أرضا أيضا التي هي مرتبة المشيئة والمشيئة والإرادة سنتكلم عنها وتشتمل أيضا على مرتبة الإيجاد والخلق فلدينا أربع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد فالله تبارك وتعالى خلق الخلق جميعا على وفق مشيئته وإرادته فلا يكون في الكون إلا ما شاء والإرادة نوعان إرادة كونية قدرية وهذه تشمل الكون والمخلوقات جميعها مؤمنها وكافرها تشتمل على كل ما يكون في الكون هذه اسمها الإرادة الكونية القدرية لا يكون في الكون شيء إلا بإرادة الله عز وجل فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهو السميع العليم فلا يكون في الكون شيء إلا بإرادة الله عز وجل هذه الإرادة الشاملة التي يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر وجميع ما يحدث في الكون هو بإرادة الله عز وجل الإرادة الكونية القدرية والإرادة الثانية الإرادة الدينية الشرعية اللي هي الأوامر والنواهي اللي أمر الله عز وجل بطاعته ونهى عن معصيته هذه تسمى الإرادة الدينية الشرعية فهذه تكون وتحصل من المؤمنين ولا تحصل من الكافرين المكذبين لأنها تشتمل على الأوامر والنواهي فمن آمن بالله عز وجل دخل في الإرادة الدينية الشرعية ومن كفر فإن هو العياذ بالله خرج عن ما يريده الله من ما يحبه ويرضاه فهناك أمور يحبها الله ويرضاه وهناك أمور لا يبغضها الله ويكرهها فإيمان المؤمن وإحسان المحسن وإقصاط المقصد وكل ما يتعلق بأعمال الخير كلها مما يحبها الله عز وجل ويرضاه كلها مما يحبها الله عز وجل ويرضاه وأما الكفر والنفاق والمعاصي والمخالفات فهي مما يبغضها الله عز وجل ويكرهها والله عز وجل في القرآن يقول وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ لكن كفر الكافر ومعصية العاصي هل هي وقعت بإرادة الله ومشيئته أم ليست بإرادة الله ومشيئته وقعت بإرادة الله ومشيئته لا يكون في الكون شيء إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته حتى كفر الكافر ومعصية العاصي لأنه لو قلنا إنها تقع بإرادة الإنسان وليس لله فيها مشيئة وإرادة معنى أن يكون في الكون شيء بغير إرادة الله ولا مشيئته أو أن إرادة العاصي أو الكافر غلبت إرادة الله عز وجل فهذا من العياذ بالله من الضلال بل قد يصل إلى الكفر أن إرادة العبد تحصل ولا تحصل إرادة الله لكن الله عز وجل قال في القرآن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لا يكون في الكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته فالله عز وجل خلق الخلق وفق تلك المشيئة وفق تلك الإرادة فمعصية العاصي وكفر الكافر وقعت بمشيئة الله لكن هل للعبد مشيئة وإرادة يحاسب عليها العبد بها يفعل وبها يترك؟ نعم الله عز وجل لم يجبر العباد على المعاصي ولم يجبرهم على الكفر بل بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر فمن سلك طريق الخير وهديناه النجدين قال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإذا اختار العبد طريق الكفر وطريق المعاصي والعياذ بالله فإنه يكون مصيره إذا مات والعياذ بالله إلى النار وأما إذا اختار طريق الخير وطريق النجاح وسبيل المؤمنين فإنه يصل بذلك إلى طريق الجنة فهديناه النجدين بيّن الله تعالى لنا طريق الخير وطريق الشر وأعطانا مشيئة وإرادة يحاسبنا عليها ولما جاء بسارق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرق ومسكه رجال الحرس وأتوا به إلى عمر فقال والله يا أمير المؤمنين هذه أول مرة أسرق فيها قال له عمر كذبت لأن الله عز وجل لا يفضح العبد من أول مرة بل أنت سركت وسركت وسترك الله ثم استمريت على السرقة حتى كشفك الله عز وجل قال هذا أمر يا أمير المؤمنين قدره الله علي يعني كتب الله علي أني أسرق قال عمر وكتب الله أنا نقطع يدك فمن احتج بالقدر احتجنا عليه بالقدر ولما سافر إلى الشام في فتح بيت المقدس وكان الجيش الإسلامي بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة وكان قد وقع طاعون عمواس في الشام فكان من رأي عمر أن يرجع الصحابة ولا يدخلون إلى هذا الطاعون فيقعون في هذا البلاء وفي هذا المرض فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله يا عمر يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان معك عندك إبل أو غنم وكانت أرض مجدبة وأرض مخصبة فإن رأيتها في الأرض المخصبة بقدر الله وإن تركتها إلى الأرض المجدبة فذلك بقدر الله نفر من قدر الله إلى قدر الله لو كان غيرك يا أبا عبيدة قال هذا الكلام أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم يقول لعمر هل تفر من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله فالعبد يختار لنفسه لأن الله عز وجل جعلك مختارا وجعل لك مشيئة وإرادة ويحاسبك الله عز وجل على هذه الإرادة وهذه المشيئة ولما احتج موسى عليه السلام على آدم كما في الحديث الذي في الصحيحين التقى موسى عليه السلام بأبين آدم وقال أنت أبونا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ونهاك عن أكل الشجرة فأكلت منها وأخرجتنا من الجنة ووقعتنا في هذا الشقاء وهذا العذاب في الدنيا فقال له آدم عليه السلام يا آدم يا موسى أنت كليم الله آدم يقول لموسى أنت كليم الله الذي اختصك الله بالكلام كم وجدت هذا مكتوبا علي قال مكتوب في اللوح قبل أن تخلق بخمسين ألف سنة قال فحج آدم موسى لأن الاحتجاج هنا ليس على المعصية وإنما الاحتجاج على المصيبة التي وقعت على البشر بإخراجهم من الجنة إلى هذه الدنيا فيحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب يعني الإنسان إذا وقعت عليه مصيبة فيحمد الله عز وجل ويسترجع ويعلم أنها من عند الله ويصبر ويحتسب فينال بذلك الأجر ويقول هذا قدر الله كتبه عليه موت قريب أو هلاك مال أو هلاك حلال أو وقع عليه مرض أو وقع عليه شيء من أمور الدنيا ومن آفاتها ومن مصائبها فالمؤمن يرضى ويسلم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فالله عز وجل قد كتب هذه الأمور فالمؤمن إذا وقع في مصيبة ووقعت عليه أمر أمر يكرهه فإنه يرضى ويسلم ويعلم أنه من عند الله وأن ما شاء الله كان وما لم يكن ولما جاء لابن عمر كما ذكرت لكم حصل في عصر الصحابة عصر عبد الله بن عمر هم صغار الصحابة ولكنهم عاشوا حتى حصلت هذه المقالة مقالة إنكار القدر وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأتوا إلى عبد الله بن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع من صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم قالوا لابن عمر إن هناك أناساً ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف وإن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها قال أخبر هؤلاء أنني منهم بريء وأنهم برآء مني والله لا يؤمن أحدهم ولو أتى بمثل أحد ذهبا حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه يعلم حقيقة أن ما أصابه لم يكن ليخطئه هذه حقيقة الإيمان بالقدر لو أتى بمثل جبل يحد ذهبا وهو لا يؤمن بالقدر فإن الله لا يقبل منه حتى يؤمن ويعلم أن ما وقع عليه وما أصابه فهو بقدر الله ومشيئته وما صرفه الله عنه فهو بمشيئة الله وقدرته وإرادته فهذه حقيقة الإيمان بالقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان وأكده الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره في حديث جبريل الطويل في بيان أركان الإيمان وأن العبد لا يؤمن حقيقة الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فلذلك تجد المؤمن مرتاح الخاطر مسرور النفس يعلم أن ما أصابه فإنه بقدر الله وما صرفه الله عنه فإنه بقدر الله فتجده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يكون في الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره والقضاء والقدر مترادفاً يفاعلون حقيقةً والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين طبعاً هذه مسألة ختم بها شيخ الإسلام رحمه الله الكلام على مسألة القدر وهو أن هؤلاء القدرية ينكرون أن يكون الله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد الله عز وجل يقول في القرآن والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل صانع وما صنع الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد هؤلاء يقولون إن فعل العبد ليس مخلوقاً لله وأن الله عز وجل ليس له دخل في فعل العبد فهنا أطلق عليهم السلف أنهم مجوس هذه الأمة لأن المجوسية يقولون بخالقين يقولون بالنور والظلمة يقولون إن هناك للكون خالقان خالق للخير وخالق للشر وهذا الشرك والعياذ بالله فعل الأسباب من القدر يعني العبد إذا فعل الأسباب فالأسباب من القدر جعل الله لكل شيء سبباً ففعل العبد هو من القدر سبب والسبب من القدر ومن يتوكل على الله فهو حسب ففعل العبد وما يفعله من أسباب هي من قدر الله عز وجل فالعبد وفعله سواء كان عملاً أو سبباً هو من فعل الله عز وجل ومن قدره لأن الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون فالذين يجعلون العباد خالقين لأفعالهم وليس لله تعالى فيها دخل هؤلاء هم جوس هذه الأمة وهؤلاء هم القدرية الذين ذمهم السلف وهناك فرقة ثانية يقال لهم الجبرية يقولون إن العبد ليس له دخل في فعله إنه مجبور على أفعاله مثله كمثل الريشة في مهب الريح يتحرك الريح وهذا ليس بصحيح العبد له إرادة وله مشيئة وله اختيار والله عز وجل يحاسبه على مشيئته وإرادته فأنتم أتيتم إلى البيت الحرام بإرادتكم وقدرتكم ومشيئتكم وتذهبون إلى منازلكم يشتري العبد يذهب يقوم يذهب يطوف يسعى هذه بإرادته ومشيئته لكن هذه الإرادة والمشيئة تحت إرادة الله ومشيئته لو شاء الله عز وجل ما قمت ولا استطعت أن تذهب لكن الله عز وجل أقدرك وجعل لك من الأسباب ما تعمل أمدك بالصحة أمدك بالعافية أمدك بالقدرة على أن تعمل وأن تمشي وأن تفكر وأن تكتب وأن تقرأ فهذه مشيئة العبد يحاسب عليها وهي تحت مشيئة الله عز وجل لكن العبد له اختيار وله مشيئة وهذه المشيئة هي التي يحاسبه الله عز وجل لكن لو كان ماشيا في الطريق وصدمته سيارة مثلا أو سقط في حفرة هذا بغير إرادته هل يحاسبه الله عليها يقول مات مثلا صدمته السيارة ومات يقول الله لقد قتلت نفسك لا لأنه ليس له إرادة ولا مشيئة في هذه لكن لو أخذ مسدسا وأطلق على نفسه وليكن قد قتل نفسه أو طعن نفسه بسكين أو شرب سما فهذا هو الذي فعل هذا الفعل فيحاسبه الله عليه أما لو ترد من جبل أو احترق في النار فليس له إرادة في ذلك بل الحريق والغريق من الشهداء لأنه ليس له إرادة في فعله ذلك فالشاهد من هذا أن العبد يحاسب على إرادته وعلى مشيئته أما ما ليس له إرادة ولا مشيئ فيه فإن الله عز وجل لا يحاسبه عليها لمن شاء منكم أن يستقيم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بيّن الله لك طريق الخير وطريق الشر فإن سلكت طريق الخير فيوصلك إلى الجنة وإن سلكت الطريق الآخر والعياذ بالله وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نسأل الله عز وجل أن يسلكنا وإياكم مسالك الصالحين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم من أراد بنا وببلاد الحرمين سوءاً فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ عليها أمنها ورخاءها وقيادتها ودينها اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيد الأشرار ومن كيد الفجار ومما يحكون لها اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخاتمة الإحسان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا